يعني دكتور ماندي طول عمرك بتحب السينما وكنت بتتفرج تقريباً على 18 فيلم في الأسبوع من خلال سينمات المانيال وضمنهم طبعاً سينما الجزيرة اللي كانت سينما سيفي مشهورة وكمان من خلال الدعاوي اللي كان أستاذ التاريخ بتاع حررتك اللي هو كان كمان ناقد فاني مهم كان بيوزح على حررتك وعلى مجموعة من الشباب وحببكم في السينما لكن عايز أعرف من وجهة نظرك إيه اللي حببك في مهنة الإخراف بالذات يعني الحقيقة ما كنتش مبهور قوي بفكرة مين اللي بيمثل كنت مبهور بشكل الفيلم فلما سألت عرفت إن اللي بيعمل كده المخرج يعني بمعنى إن احنا مثلاً برضو الدعاوي اللي كان بيجي لنا عشان نشوف فيه أفلام دي كان بيجي لنا أفلام تسجيلية وأفلام رواقية قصيرة وحتى أفلام أنيميشن فإذن الورق الإبداع ده كله ما هواش الممثل بقى يعني فيه حد تاني فبدأنا نعرف عناصر الفيلم وبعدين فعلاً كنا بنتناقش يعني كنا اللي هو الأستاذ فوزي سليمان الله يرحمه كان بيبقى فخور بينا إن احنا تلامزة مدرسة فبعد ما الفيلم يخلص وتبتدي منقشة بين الكبار فكان يورطنا يعني يقول إيه رأيك يا مجدي إيه رأيك يا محسن في اللي بيحصل ده إيه رأيك يا عادل فكنا يعني لا نحجل أو تعلمنا إن احنا بنحجلش نقول رأينا فبدأنا نقول رأينا أولاً سنين نتعلم يعني نسمع الناس بتتكلم عن المونتاج نسمع الناس بتتكلم عن التصوير وطبعاً نسمع عن الإخراج فبدأنا بقى نقرأ كتب عن الإخراج السينمائي وإيه هو الإخراج السينمائي ويمكن برضو إحنا كنا بشكله بآخر الجو ده الجو العام في مصر في الوقت ده كان جو فيه زي ما تقولي نهضمه على المستوى السياسي فإحنا كنا بشكله بآخر زعمة يعني برضو يعني أنا فاكر التحدات الطلبة كانت قوية جداً حتى في سنوي يعني وإعدادي أنا كدامنا بقى رئيس الفصل وشخص تاني يعني كان هو أصبح من القيادات الإخوانجية والسلفية اسمعوا بنا وفتوح كان معايا في نفس الفصل وطبعاً كنا هو يبقى رئيس مرة وأنا بقى رئيس مرة وبعدين بعد كده اتحاد طلاب المدرسة وبعدين بعد كده اتحاد طلاب الجامعة دخلنا في معارك كبيرة جداً في اتحادات طلاب فأزة أقولي الظرف ده خلى عند الواحد تربى شخصية إنه يعني بيقود حاجة فبرضو بيقود حاجة دي هالإخراج فيعني زي ما تقولي كل الظروف الاجتماعية والسياسية شدتني ناحية فكرة إن أنا أبقى مخرج مش أي عنصر تاني من عناصر الفيلم شكراً للمشاهدة